من تحديات الأسبوع تحدي الأسبوع ده ممكن يبقى تحدي بالنسبة لبعض الأشخاص ممكن يبقى عادي خالص ده مش تحدي أصلا انت بتتكلمي في ايه هو ان احنا هناكل بشوكة والسكينة طول الوقت كل الوجبات بتاعتنا الأكل طريقة الأكل مهارة من المهارات لأننا بنستخدم ايدينا وليها أصول معينة وكل عصر وكل دولة وكل منطقة ليها ما هو مقبول وما هو غير مقبول زمان في مناطق معينة خاصة اللي هي الجزيرة العربية اللي نشأ فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش عندهم أدوات للأكل فكانوا بيأكلوا بأيديهم وده هتلاقوه كمان في باكستان والهند وأماكن كتيرة جدا 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 أن الناس بتاكل بأيديها في المقابل في أوروبا ابتدوا يخترعوا الشوك والسكاكين اللي بتتحط اللي الناس بتتناول بيها الطعام يعني في القرون الوسطى في أوروبا ما كانوش بيستخدموا الشوكة والسكينة كانوا بيستخدموا سكينة كده عاملة زي المطوهية اللي بيقطعوا بيها ويغرسها في حتة اللحمة ويقعد يأكل كده هو كانوا بيستخدموا المعالق لأن المعالق من أقدم أدوات الطعام اللي استخدموها الأفراد العاديين في تناول أكلهم كانوا بيشربوا الشربة من الأطباء من السلطانية ويرفعها ويشرب بيها كده ابتدت الناس تتحضر شوية شوية وتتطور شوية شوية وأن هي تقعد على الطعام ما تعملش أصوات ما تعملش حركات مؤزية وبداية اختراع علم الاتيكيت حصل في فرنسا واتيكيت جاية من تيكيت جاية من بطاقة البطاقة دي أعتقد الملك لويس كام؟ هكتبها لكم هحطها لكم كده هو مين هو الملك الفرنسي الأسند لأحد العاملين في بلاطو أنه هو يعمل أسلوب ونظام لكل من يتواجد في القصر علشان يخلي فيه نوع من التأدب في التعامل والسلوكيات فالشخص اللي أوكلت إليه هذه المهمة عمل بعض القواعد وكتبها على بطاقات صغيرة اللي هي تيكيت أو بالفرنسا وهذه البطاقات وزعها في أنحاء الأسر بحيث أن العاملين في الأسر وزوار الأسر والنبلاء يتعلموا هذه القواعد ونمى هذا العلم بشكل كبير جدا جدا وابتدوا يضيفوا إليه وكل دولة تضيف إليها والحمد لله أنا كنت سعيدة الحظ أن أنا أخدت كورسات في الأتيكت لكن اكتشفت أن مش مهم أن الواحد يقعد في كلاس ويتعلم أو يتفرج على فيديو أو يقرأ كتاب أهم حاجة أن إحنا نمارس هذا فلما ناكل بالشوكة والسكينة إحنا أولا مش بنوسخ إيدينا ثانيا حناخد كميات صغيرة فمش حنملأ بقنا ويبقى ومنظرنا قميء وحش الحاجة التانية أن حتى منظر الشخص اللي قاعد يأكل بالشوكة والسكينة راجل أو ست ما ظهر يدعو للإحترام دي أدوات موجودة في عصرنا إحنا أنا عارفة أن فيه ناس حتقول ما النبي يا صلى الله عليه وسلم كان بيأكل بأيدي ما الكلام دو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لنا على أقصى حاجة كانت موجودة في عصره لكنه كان بيدينا قواعد عامة مجرد أنه هو قال لشخص ما كل مما يليك سمي الله كل مما يليك إداله قواعد يعملها لو في حاجة كمان في تطورات العصر نزود عليها بحيث أن احنا نحسن حياتنا طب ما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده عربية ما كانش عنده سيارة ما كانش عنده طائرات ما كانش عنده تليفون ما كانش عنده كل الأدوات اللي احنا بنستخدمها عشان كده أنا دايما ببص لتعليم الإسلام إزاي أعممها وطبقها على حياتي مش لازم ألبس زي لبس الفترة دي مش لازم أعيش نفس عيشة الفترة دي ولكن هنا يعني النبي يسسي السلام حتى يعني إيه مكارم الأخلاق بيتكلم على مكارم الأخلاق فدايما بعمم نظرتي للطريقة الأشمل والأعام وده خليني أفكر هو احنا ليه بناكل باليمين في الإسلام ويقولك اليمين الشمال من الشيطان لأن في الوقت دو كانت أسس النظافة يعني شبه ضعيفة جدا 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 والناس اللي عايشة في البادية وفي الصحراء ما كانش عندهم الرقي شوية اللي موجود حتى في مناطق تانية موجودة في عصرهم خدماء المصريين بيتكلموا على النظافة وطرق النظافة من زمان جدا جدا الناس اللي هم كانوا في العراق وفي سوريا وفي شمال الجزيرة العربية كانوا متحضرين جدا 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 وكان عندهم أساليب معينة بيعيشوا بيها أكثر تقدما من الناس اللي عايشة في البادية والصحراء واللي ما عندهمش الإمكانيات اللي عند هذه الحضارات اللي حواليهم التعاليم كلها جات عشان نرقى بأنفسنا فالتحدي الأسبوع ده إن احنا ناكل بالشوكة والسكينة لأن ممكن نتحط في موقف ما نبقى في تجمع تشوف مثلا مش لازم تبقى تبقى مثلا في في عشاء عمل أو حاجة زي كده فردي إنك روحتي فرح اتعزمتي فرح وخدتي الأكل قدامك بدل ما تعودي تكلي ومنظرك يقرف الناس اللي حواليك ويدايق الناس اللي حواليك لا اعرفي إزاي تعودي هانم فردة ضهرك إزاي تحطي الفوطة على رجليك إزاي تقطعي وتكلي لو مش عايزة تحطي الشوكة في الشمال والسكينة في اليمين اقلبيهم يعني عادي قاعدة هناخد نص القاعدة مفيش مشكلة لو انت عايزة تلتزمي قوي 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 بتعاليم الدين أنا ببدل أحيانا أنا بقطع الأكل بتاعي وأنا الشوكة بتاعتي في الشمال وسكنتي في اليمين عشان السكينة في اليمين قدر أتحكم فيها أكتر وده هو ده سبب القاعدة إن السكينة في اليمين لأن أغلب الناس بيستخدموا اليمين فالحاجة الحادة بتبقى في اليمين لانه يقدر يتحكم ويقطع والشوكة في الشمال لانه يقدر يسند الاكل وانتي بتقطعيه الرز يتاكل بالشوكة اه ايه ده معقول الرز هيقع لا الرز هيقع لو انتي مش متعودة انك تكليب الشوكة هيقع منك فتتدربي انت مثلا كشاب او حتى كرجل ورحت مكان عشان تاكل احنا بنتحك وبنتنظر وبيقلبها اهزار ان الشخص عادي عمال يأكل ويملى بقق ويمين وشمال ويغرف ويعمل فيه اكيد حد هيبصلك ويقول ايه القرف ده الشخص اللي جيه من زربة البهايم اللي ما بيعرفش يأكل ما بيعرفش يشرب وما بيعرفش يعمل ما بيعرفش يسوي ما بنعرفش نتعلم انا هحاول خلال النهار ان انا بس مش عارفة يومي يومي حيبقى شكله ايه بس يمكن اعمل لكم فيديو على ازاي ناكل بالشوكة والسكينة وازاي مش حتى مش اللي هي القواعد اللي هي كما انزلت في الكتاب لا حاوليكم انا العادي بتاعي ان انا بااكل ازاي بحيث ان يبقى اكلي لطيف واكلي يعني ما يبقاش مقزز كنت في تجمع ما ودخلنا مطعم سمك لا اني اتعلمت ازاي ااكل السمك حضرت كلاس وسمعت وشفت ازاي ناكل السمك وطبقت كمان في الايام اللي بعدها ازاي مش في الايام اللي بعدها في الفترات اللي بعدها كل ما تيجي ان احنا بناكل سمك ازاي اقشر السمكة ازاي طلع الشوق بتاعها والسمك بتاعنا سهل جدا جدا ان هو يتاكل على فكرة بالشوكة والسكينة لما دخلنا المطعم مع بعض وكان في بعض الناس اللي هم ابتدوا يحسوا بالاحراج لان كان طبعا فيه تجمع كبير ففيه تباين في الثقافات وفيه تباين في المستوى الاجتماعي ففيه ناس عارفة ازاي تعمل وفيه ناس مش عارفة ازاي تعمل فطبعا مدير المطعم جاه وحس ان فيه ناس ليسة فاعرض عليهم قال لهم طب احنا انا ممكن اخلي الجرسوني يعني يزبط لوكوا السمكة ويجبها لكم يخلي الشوق فاخد السمك من قدامهم واخلى لهم الشوق وجاب لهم اللحمة بتاعت السمك قدامهم طبعا ده موقف هم نفسهم حسوا بالاحراج فيه واتكلمت مع حد كان موجود وقال لي انا لاحظت ان انتي يعني ما طلبتيش انا حتى قال لي اخد يا فاني قلت له لا انا بعرف اكل بشوكة وسكينة السمك وفعلا اكلت السمك بتاعي كله الموقف ده مش معناه ان انا سوفيستيكيتد عنهم لا معناه ان انا اتمرنت اكتر منهم مرنت نفسي اكتر منهم وده حاجة بحاول اعملها حتى مع اولادي عشان لما يبقوا في موقف لازم ياكلوا بالشوكة والسكينة يبقوا عارفين ما يبقوش محتسين عارفين ان في حاجة اسمها شوكة سلطة ايه فيه تلات اربع كبيات عارفين ان في حاجة اسمها سكينة الزبدة دي ما ياخدهاش وياكل بيها عارفين ان فيه شوكة للسمك مخصوصة عارفين كل الحاجات دي وخلال الايام لما بتيجي الفرصة بناكل بالشوكة والسكينة اولادي عادي بيأكلوا الرز بالشوكة وما بيتضيقوش لانهم دربوا نفسهم لان انا خلتهم يدربوا نفسهم لان انا نفسي دربت نفسي الاسبوع ده هناكل بالشوكة والسكينة دوروا على اليوتيوب على فيديوهات ازاي تاكل بالشوكة والسكينة اتيكيت الطعام وشوفوا واسمعوا الناس اللي بتعلم الحاجات دي بيعملوا ازاي وبيقولوا ايه وطبقوها ويا ريت يعني مش انتو بس نبقى كلنا قاعدين على الصفرة بنحاول ناكل بالشوكة والسكينة في الاول حيبقى صعب حندحك حيبقى منظرنا مهلك من الدحك ولكن اعرفوا ان دي مهارة وكل مهارة محتاجة تدريب عرفتوا تحدي الاسبوع ده ياريت تكتبو لي تحت على رأيكم ايه في التحدي وهتعملوه ولا لأ وعملتوه ولا لأ وايه الفيديوهات كمان اللي عصرتوا عليها بحيث المتابعين يشوفوا الفيديوهات دي وانا هحاول احط في تحت الفيديو بعض الفيديوهات اللي ممكن تساعدنا ازاي ناكل بالشوكة والسكينة عشان لما نبقى في تجمع لما نبقى في مطعم لما نبقى في فرح لما نبقى في اي حتة نعرف ناكل وشكلنا ديسنت وشكلنا انيق وشكلنا اتعلمت كلمة حلوة قوي قلق يقولك دي ده شخص متقلق عشان نبقى متقلقين هشوفكم التحدي الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر